حملت تلك الإغارات بشائر النصر ومضت مصر قدما على طريق الحسب في حرب استنزاف طويلة زيدت ضراوة بعشرات الإختراقات والهجمات المصرية على امتداد الجبهة الإسرائيلية آنذاك إلى أن توجد تلك الملاحم بشل زراع العدو بعد بناء حائط السواريخ حيث تجلت روائع أعمال قوات الدفاع الجوي المصري في ملاحم إسقاط طائرات العدو بدءا من يوم السلاسين من يونيو سنة سبعين فيما عرف بأسبوع تساقط الفانتوم